بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطهبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يحق للناس العاديين مناقشة الفقهاء ورد بعض فتواهم أم إنها وحي منزل من الله تعالى في الحقيقة يعني التسطر أحيانا من ما يسمى بالفقهاء أو المراجع فتاوى عجيبة غريبة لا يقبلها العقل السليم العادي أو من له أي إلمام مثلا بالفقه الإسلامي أو بالقرآن الكريم نجد عندهم فتاوى يعني الإنسان يقول هاي فتواى مو مقبولة مو معقولة أو مخالفة للقرآن وأمثلة كثيرة عندنا صدرت في الأون الأخيرة في السنين الأخيرة فتاوى من هذا المرجع أو ذاك بمثلا عدم وجوب صلاة الجمعة رغم أنه وجود آية صريحة بالقرآن نشوف بعض الفقهاء لا يزالون حتى الآن يقولون لا صلاة الجمعة مواجبة مستحبة مكروهة حرام مخيرة كل واحد يقول فر الشكل فهؤلاء الفقهاء يفتون بناء على ماذا على فهم حقيقة للدين والقرآن أم على شبهات أم على أحاديث ضعيفة مثلا عدم أحاديث ضعيفة مثلا هناك فتوى مشهورة مثلا بتكفير غير الشيع الإمامي الاثنى عشري حتى الإسماعيلية حتى زيدية شيخ المفيد مثلا كان يكفر الناس أو ملاي من بالولاية فهذا يروح إلى جهنم يتطلع هالفتاوى من بعض العلماء فهل هذه الفتوى مثلا معقولة صحيحة يمكن واحد يعمل فيها يستنجس الآخرين ويكفرهم أم لا يردها عليهم أنه هذا كلامكم مردود كلامكم مو صحيح وعدنا معض الفتاوى اللي اشتهرت اشتهرت بفعل الإعلام عن الإمام الخميني فتوى معروفة باسم تفخيد الرضيعة أنه واحد يمكن يزوج طفلة صغيرة الأب يزوج بنته صغيرة إلى واحد آخر رجل بالغ وذاك يجي يستمتع فيها ما عدا الدخول طبعا يقولون حتى تبلغوا التاسعة وبقيت العلماء أيضا يقولون بنفس الفتوى مو فقط الشيعة حتى السنة يقولون بذلك وأنا عندي موضوع مستقل عن هذا البحث عن هذا الموضوع يعني هم أدوم شبهة صائرة عند كثير من الفقهاء أنه يجوز العقد على الطفلة الصغيرة أو لا يجوز يقولون يجوز بعد مبالغة منها هي الرضيعة بعدها طيب يجوز الدخول لا ما يجوز يتجوز الاستمتاعات المختلفة الجنسية نعم تجوز فيفتون هكذا واشتورت الإعلام المعادي لإيران يعني روج هذه الفتوى وصلت الضوء عليها ولكن هذه الفتوى موجودة حتى السستاني يقول بها فهل هذه الفتوى إذا شفناها مو معقولة مو مقبولة مخالفة للذوق أو مثلا عند السنة موجودة هذه الفتوى رضاعة الكبير بمختلف التأويلات والتفسيرات بس موجودة إنه باحتة بعض العلماء يعني يقولون الألبان يقول شنو في إشكال حتى له رضاعة من الحلمة مثلا مباشرة ما في إشكال عنده طيب هذه الفتوى مبنية على ماذا مبنية على فهم معين وهؤلاء الفقهاء هل هم أنبياء يعني إذا كل ما يقولون في الشيء نحن نأخذ من أدو 100% يقولون عند الشيعة مثلا خصوصا يقولون هناك حديث مروعا ما أدري منه ما أعرف من الراوية حقيقة يقولون وأما المساعد الحادثة أو الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وأيضا في تكمل إلى هذا الحديث عن إيمان مهدي يروه اللي هو ما موجود ولا مولود والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا على حد الشرق بالله هو من قال الراد على الأئمة على حد الشرق بالله الأئمة منهم من أعينهم لا توجد نصوص قرآنية صريحة ولا أحاديث نبوية على تعيين الأئمة من أهل البيت علماء يمكن أيضا ناقشهم حتى في بعض الفتاوى بعض الكلام يمكن واحد يناقشهم يرد عليهم ليكفر فهالمرة لا مو بس هم الفقهاء العلماء اللي فلعوا بعدين ما كان عدنا فقهاء ومجتهدين إنما كان عدنا رواد سابقا الآن يجون ناس يشتغلون بالفقه يشتغلون بالحوز يدرسون وفي خلل حقيقة في كثير من أصول الاجتهاد أدهم في فهم مقاصد الشريعة في التحقق من الأحاديث والروايات في السند في المرجال مثلا في مشكلة بعضهم يبحثون أصلا بعلم الرجال وإذا بحث فهو يقلد الآخرين لا يدقق ولا يحقق فتطلع أدنا فتاوى من القبيل تكفير المخالف أو مثلا تفخيذ الرضيعة أو مثلا عدم وجوب ساة الجمعة وجوب الخمص في كل شيء إذن فتاوى طالعة بعدين هسا الآن الكلام أنه هذا المرجع بالذات السيد السستاني حفظه الله عنده كلام نقلة الميذة السيد منير الخباز في كتاب اسمه الرافد في علم الأصول هذه اللي هو تقريرات السيد السستاني بالثمانينات يبدو عليه مطبوع الكتاب سنة 94 وممكن معد أدطبعات أنه الأئمة الأئمة من هالبيت يعني هال 12 واحد هذولا ينسخون القرآن وينسخون السنة النبوية بأدوء إمكانية يعني وينسخون أحاديث الأئمة السابقين وأحاديث هما السابق ينسخوها يعني أيضا هما يعني يراجعون آراءهم مرة نناقش هذا الموضوع نناقشنا أيضا كثيرا ولكن هالإمكانية إذا السيد السستاني كان يعتقد بأن الأئمة بإمكانهم يجيبوا آراء جديدة يسألوا ونقول القرآن وسنة نقول آراءهم هما يتراجعون عن آراءهم وغيرون رأيهم ويفتون شكل جديد زيلا هذا المرجع الفقير اللي درس وأطفت فتوى يعني شنة صارت وحي منازلة من الله ما يصير فاديوم يرجع عنها يعيد النظر فيها كثيرا ما الناس يقولوا له مثلا هاي فتوى الفتوى مالتك مو معقولة مو معقولة شنو تفخيد الرضيعة شنو كدا في الأول الأخيرة أحد الأخوة كان معلق الأستاذ حسين سميسم أستاذ حسين مسيسم كان كاتب مقالة يطلب منها من السستاني أنه يعني راجع هاي الفتوى مالتفخيد الرضيعة بعدين هو كاتب مقالة يقول أنه يشكر السيد السستاني على تعديل هذه الفتوى يقول أشكر سماحة السيد الأضمى كدا على تغيير فتوى في الطبعة الأخيرة لرسالته العملية من هاج الصالحين كتاب النكاح فتوى رقم ثمانية التي رفع فيها الجزء التالي المسألة شنو هي هذه مسألة مسألة ثمانية لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح ومقطع وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيد فلا بأس بها هذه الفقرة كانت مزعجة جدا فأنا مزعجة لكل الناس الأسوياء ويقول السيد السستاني رفع وقد رفع سماحته من الطبعة الأخيرة من رسالتي العملية الجملة الأخيرة وأما سائر الاستمتاعات وبدل النص إلى هذه النص لا يجوز وطع الزوجة غير البالغة شرعا دواما كان النكاح أو مقطع وخلاص اكتفى بهذا بعد ما قال وأما سائر الاستمتاعات فيجوز ونص ويعلق يحضن يحضن وأولاة الأحمال وأرجو من المراجع من كافة المذاهب الإسلامية الاقتداء بسماحة المرجع وتحريم الزواج قبل إكمال البلوغ الزواج أصلا وآمل في نفس الوقت تفسير البلوغ الشرعي بالبلوغ العقلي الذي تستطيع الزوجة بمجمه من أداء واجباتها الزوجية على أكمل وجه هذا كاتب تعليق أنا والله زين نشكر السيد السستاني على يعني تراجعه أو تعديله هذه الفتوى بعض الأخو شكك وقال لا هو شايل من نعم منها طبعا بس لا تزال موجودة في موقعه الأخ علي المهندس يقول الفتوى موجودة على موقعه لا تزال حتى الآن لا أعتقد غيث الأرشدية يقول لا أعتقد أنه حدفها إنما تغير أو غير طريقة كتابة الفتوى فلو أحد سأل عن أي أمر هو سن البلوغ للزوجة شرعا حتى يجوز وطعها سيكون جواب 9 سنين وبالتالي الأمر كما هو الشيء يعني مو حول الزواج 9 سنين لا هذه تقريبا أدو اتفاق عليها وإنما الفتوى الجزء الثاني أنه جواز الاستمتاع الجنسي حتى بالرضيعة عقيل أوض العباسي يقول الرسالة العملية نفسها ما الصفهاني والحكيم والخو يطبعونها ويكتبون أسماءهم عليها وإذا كلف روح المرجع يغير يعني الحكم بدل الأحواط استحبابا يصير الأحواط وجوبا نعم فالمهم كان في نقاش أنه هل يتراجع هل ممكن يتراجع عنها أو لا يقول يصدر فتوى جديدة يقول لا لا يجوز التمتع في الطفلة طفلة صغيرة بريئة صوروا أنتو الحكم يعني هناك شيء يعني فطري بالإنسان حتى الحيوانات تكرمون ما تمارس الجنس مع صغار الحيوانات اللي بعدها مبالغة ومراجدة فكيف الإنسان سوي عاقل مؤمن متقي ورع مثلا يجي يمارس مع الطفلة صغيرة ما تفهم الجنس شو معناته ولا تفهم الالتزام الزوجي يعني إذا فعل معها القبيح رح تفعل مع ناس آخرين أي واحد تشوف وتروح تتمسك فيه أيضا فهذا شيء يعني جدا مخالف للعقل ويقول لك لا القواعد قواعد يعني معينة ويمشون عليها وهي تنتج كذا يتنتج كذا في بعض الأحيان ما يلتزمون بدقة بالتعاليم الشرعية وبالعيات الصريحة مثلا في عيات صورة الجمعة وصلاة الجمعة يعني الذين آمنوا إذا نودية للصلاة بين يوم الجمعة فسعى ولا ذكر الله قولك لا نادى من ونادى الله يقول نودية ما قال نادى نودية يعني أي سمعت أنت واحد قد نروح صلي فهم يعني شيء ما يعجبون مغيروا بعدها قدنا هنا أحد المشايخ اسم الشيخ حيدر السندي يعلق على مسألة أيضا هي محل جدل صال لسنوات السيد السستاني وبعض مراجع الآخرين مفتين بيها مع الأسهل الشديد يعني أم أثار الجدل كثير وأكون هاش يدافعون عنها دفاعا عما مستميت كأنه هذا المرجع نازل عليه وحي أو هو نبي مثلا ولازم يدافع عن هاي الفتوى شوية يفكر فيها شوية مثلا أنظر فيها هي مقاصد شريعة يعني هو شنو المرجع بعض رقبة كاتبين المرجع هذا فقيه مطلق ويفتهم وفهمك مثلا مو معلوم أولا بالدعايات كثير من الناس اللي دعون الاجتهاد بالدعاية والإعلام صايرين وإلا تناقش وتبحث في أصول وفي فكرة في عقيد ومباحث ولا محقق فيها فشلون باني على الحديث مصدقها مثلا ومقاصد الشريعة يعني الأولية الإنسان يفتهمها مثلا الزنا الزنا حرام ليش يعني الهدف من عنده هو حفظ الأنساب حفظ الأنساب إذا كل واحد يشوف لوحد وزن بها أو تذهب معك مواحد فضيع الأنساب الزنا يكون مباشرة بإدخال العضو مثلا أو بإدخال المني هذا أيضا نفس الهدف يتحقق يعني هو اختلاط الأنساب فسأل عدم روايات وأحاديث أنه مجوز واحد يعني يدخل المني أو الماء من بره ودخل في فرج مرأة طيب شلون إذا مثلا طلع البويضة مع الثمار بره ولقح بره بمني واحد آخر هل يعتبر هذا زناء أو هي مو قصة زناء علي حكم الزناء أو ما علي حكم الزناء الهدف يعني الشرعي يتوقع ويرفض هو اختلاط الأنساب فبهذه الحالة هم رح حصل اختلاط الأنساب سواء دخلنا مباشرة أو اخرجنا بويضة ولقحنا بره وكذا ولكن يجون بعض المراجع مثلا ما سأل الأخ الشيخ حيدر السندي يشرح الموضوع أنه شلون هذا يختلف مثلا والمراجع عندهم مقاييس وعندهم يعني أحكام وعندهم كذا فلا تناقشون المراجع عنده يعني إدافع عن هذه المسألة يقول مسائل التلقيح الصناعي يتسائل البعض عن موقف بعض الفقهاء من تلقيح البويضة خارج الرحم بماء الأجنبي ثم إدخال البويضة الملقحة في الرحم حيث احتاط بعض الفقهاء قالوا ميجوز وحكم البعض الآخر بعدم لزوم الاحتياط هناك أشياء بسيطة يقولون الاحتياط وجوبي والاحوض كذا لماذا لا تحتاط في شبه على الأقل في كلام في احتاط تقول لم يجوز هذا احتياطا استنادا إلى جريان البراءة هذا قواعد فقهية أصل البراءة يسموها استصحاب أو أصل كذا ماذا قال لك في الأمور الجنسية أكو أصل براءة أكو أصل حرمة مو أكو أصل براءة فهس يقول لا استنادا إلى جريان البراءة مع وجود روايات مع وجود روايات تدل على حرمة إهراق المني في رحم الأجنبية ما أدخل بس أهرق المني وهنا أنقل جوابين لآية الله العظمى السيد علي السستاني دام مضله السؤال الأول هل يجوز تلقيح المرأة بالحويم المستخرج من ماء رجل أجنبي ما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصبة حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم أمرأة أجنبيها طبعا يبدو سؤال بعد الفتوى الفتوى كان تقول أنه إذا واحد عقيم وما يجي طلق مرتب ويستخرج البويضة معلتها ويجيب بني رجل أجنبي لقحها ثم يضخلها بل حالة يجوز السيد سستاني يقول أو بإدخال الحويم المستخلص منه وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة أنا ما يجوز أكان ذلك يقول هذا حرام لا يجوز سواء كان بإدخال مائه مباشرة يعني أو بإدخال الحويم المستخلص منه من الماء الرجل وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة وأما البويضة المخصبة خارج الرحم بحويم الرجل الأجنبي وإيم الزوجة أو حتى ما من الزوجة فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة طيب وهذه ستحمل المرأة ستحمل يدعم الزوجة يعني زوجين هذا ولد لمن يرجع لزوجها سواء عقيم أو معقيم إذا كانت المسألة الجوز الشكل حتى لو معقيم بس يقول لك لا هو أن نحصل المسألة إذا كان عقيم وسبب الحرج والاطلاق سبب الحرج وعنده سؤال ثاني إذا كان الأقم بسبب الزوج فهل يجوز حكم المرأة بماء غير الزوج وقد يكون هذا الشخص من محارم للزوجة وقد يكون هنا جواب عام كاتب لا يجوز بل حتى إذا تم تخصيب خارج الرحم ثم أرسلة البويض المخصبة في رحم الزوجة على الأحواط عموما سواء كان يعني من محارم الزوجة أو من محارم الزوجة يعني يقول أنه لا لا يجوز وقد سنع البعض على هذا وجعله سببا للطعن في المراجع العظام يعني شوف يا أخي العزيز يا شيخ حيدر السندي مو مناقشة أي فتوى أي رأي لأي عالم حتى لو كان كبير رؤية الله العظمى يعني هذا طعن عليه وإنما هو إنسان هو مجتهد قد يصيب وقد يخطئ وإذا واحد يجي قل له هاي فتوى ما تكم معقولة مو صحيحة فيها شبهة كذا غيرها مو معنى يطعم بيه يسيبه يشتمه يقول وليس ثم جواب أفضل من بيان أن هذا المشنع مو تشنيع هي مون تهريج إعلامي مناقشة فقهية مناقشة يعني أنه هاي الرضاعة الكبير واحد يجي يقول لك أو رواية صحيحة عندنا يقول عميم هذا مناقض لمقاصد الشريعة الله اللي يقول نظر ما يجوز للمرأة أو لمسها فكيف يجي واحد أجنبي شاب بالغ عنده شوارب يرضع من هاي المرأة فهذا كان مو معقول مو صحيح ينافي مقاصد الشريعة الأخرى فالهدف يعني تقول لهذا يشنع مو دنشنع دنبحث نناقش أنه هاي الفتاوى يجب أن نقلع عنها على الحال صار بسرعة المسألة يعني الكلام صار كأنه صراع وعركة ونقاش وتشنيع أن هذا المسنع يدع الغير على مذهب أهل البيت وهو في تشنيعه يلغي منهجهم ويتبع غير سبيلهم إذا قلت أنه ميجوز تلقيح البويضة برا وإدخالها صار يعني خروج عن مذهب أهل البيت هل هذا من أسس مذهب أهل البيت مثلا وذلك بأن يقال أن حقيقة جواب السيد السستاني حفظه الله ومن وافقه بيان لحكم ظاهري للتلقيح خارج الرحم وإصخال شيء جديد متخلق من التلقيح وهو البويضة الملقحة وهو غير المني ولا تشمله روايات حرمة إهراق الماء في رحم الأجنبية شوف شلو نصار يعني هم يعترفون فيه روايات تقول ما يجوز حتى لوحد ما زنع مباشرة بس كب المني فيه رحم المرأة هذا حرام فيه روايات عدهم بس طلع البيضة برا ولكحها ودخلها لا يصير عادي هذا فيه تناقض يعني فيه مخالفة لمقصد الشريعة وهذا الحكم الظاهري يتابع الشيخ حيدر السند أو السندي يقول وهذا الحكم الظاهري نتيجة حتمية بعد عدم بيان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام الله ما بين ما قال حرام أخراج البويضة ولأئمة همات ما قالوا فإذن يجوز هذا مع سعة علمهم لحرمة وضع البويضة الملقحة في الرحم بل قالوا رفع عن أمتي ما لا يعلمون يعني مش شبث هو ما أدرس الثاني بهال الأحاديث العامة رفع عن أمتي ما لا يعلمون واحد ما يدر الخمر حرام اجي شرب فوالله ما يمكن أدر الخمر حرام هذا شيء وهذا شيء ثاني وكل شيء لك حلال حتى يرد فيه نهي يعني فيه واجهة زنا حرام وكب الماء بالفرج حرام فالشنو اللوفر اللي مطلعيها جديدة أنه طلعناها بره ودخلناها من جديد صار حرام وهذا هم راح أصير خلط في الأنساب هذا القصد الأساسي اللي يتوقع ما عنده شرأ أنه لا يكون يصير خلط بالأنساب إذا عجبنا كل واحدة راح تلقحت البيض ودخلتها فهذا ولد ابن من مسجل بالشرع وبالقانون وبالدولة هذا ابن فلان مرث فلان وهذا ولد مو ابن فلان هذا يصير نوع من كل شيء لك حلال حتى يرز في هنا فما ذكرته الفتوى مأخوذ من قول المعصومين عليه السلام بسرعة لزقوها بالمعصومين والله تعالى له الحكم المطلق والمعصومون ناطقون عنه أصلا لا يوجد معصوم ولا يوجد ناطق بسم الله مثل القرآن الموجود فقط أنه واحد يفهم عنده هذا شيء فلا ينبغي أن نكون ملكيين أكثر من الملك وندعي فترة أنقام من فترتهم جهلا هذا الموضوع ما كان متحدثين عنه ولا كان مطلح بزمانهم مسألة حادثة العام هذه المسألة الحادثة لازم لا ينظر في الهدف ما لها أو المقصد ما لها طبعا يعني هناك مسائل كثيرة لا يوجد نعقش كل المسائل ويقول لا قيمة لما نراه بلا علم وبينة هذا صار عنده علم أنه هذا يجوز ما عندك علم عندك شك على الأقل فتوقف فيها المسألة لماذا تفتي فيها لماذا تقول الأحوط عدمها علاقة تقول الأحوط لا يجوز وقد يقول القائل لا نراه فرقا بين تلقيح البويضة خارج الرحيم وإدخالها في الرحم وبين إهراق الأجنبي مباشرة فالألة في التحريم واحدة وجواب لا قيمة لما يراه العباد ويدعونه بلا علم وبينة فنحن تدينون بما يحكم به رب العباد الله حكم قال لك يجوز الله ما حكم قال لك يجوز أنت قاعد تفهم بالشي بالعكس وقد حدد لنا منهج الاستدلال وما بيّنه هو المفرق في مقام الإفتاع ولو كان للعباد أن يفرقوا وفقا لأهوائهم لجعلت أمثلة أخرى جعلت أدة المطلقة كأدة المتمثع بها أو أدة الوفاة فأي فرق من جهة حصول النكاح والفراق وبعدين نجيب أمثلة أخرى عن الطواف وعلى ما ذلك المسألة يعني ما تحتاج لقد واحد يعني يناقش فيها أنه طبعا ولا أحايا مسألة ما حد يطبقها أيضا لا أعتقد أحد من الشيعة أو حتى من هالعلماء اللي فتون يسمحون لأنفسهم بتطبيقها ولكن هم يجي بس يقول فتكلام عبثي بالحقيقة كلام لا لا يفيد أحدا ويضر الناس ويسبب مشاكل ويجيبون يعني يقول رحم الله من جبل غيبة عن نفسه يخلون الناس يتكرمون عليهم يقول ليش يشنعون علينا بعدين الأخ أحمد علي البصراوي يقول الإسلام حرم زنا وحرم تبعاته أي بمعنى حرم زنا بمجرد الاستمتاع أو الهدف منه هو تكوين الجنين فإذا نقلت بويضة المرأة وحيمن الرجل الأجنبي للجهاز وخصبت خارج الرحم وتكون الجنين وهو نفس الهدف للزنا أي المرأة حملت من غير زوجها فما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الزنا الإسلام لم يحرم زنا لمجرد الاستمتاع بل حرم هو حتى تبعاته وهو تكوين الجنين ما يريد يصبح جنين آخر الزوج لاحظ في هذه المسألة كيف أن السستاني لا يجوز تلقيح بويضة المرأة خارج الرحم إذا كان حيمن الرجل من محارمها فما هو الفرق بين حيمن الرجل الأجنبي وحيمن الرجل من محارمها أنا عندي هذه الفتوى للسستاني غير مقبولة جملة وتفصيلة وأتمنى على أتباع السستاني أن يطبقوها في حالة لم يكن لديهم أطفال ويطلبوا من أي رجل يرونه في الشارع أن يساعدهم ويعيرهم حيمنه لتلقيح بويضة نسائهم في المختبر ليكون لديهم طفل ليس من أصلابهم لكني متأكد أن أتباع السيد السستاني يلافعون عن هذه الفتوى بأقوالهم ولا يطبقونها لأنهم يشمع منها ويرفضونها نعم يعني تعليقات الأخوة أيضا عديدة فالسؤال الأساسي هو أنه هل يجوز للناس أولا هل يجوز تقليد هكذا فتاوى إذا واحد شك تردد حتى له كان مقلل للسستاني ساف هذا الفتوى غير معقول غير صحيح شك تردد فيها هل يجوز له التقليد لحم خلص السستاني قال في أي مسألة مو فقط في هذه المسألة في صلاة الجمعة مثلا هو يقرأ قرآن إنسان المسلم متدين يقرأ قرآن يشوف صلاة الجمعة واجبة يفهم بظاهر القرآن بصريح القرآن هل يجوز له تقليد السستاني أو أي مرجع آخر يقول لك صلاة مواجبة يسقط عنك المسؤولية الشرعية أو لا ما يجوز أساسا التقليد كبيح ومذموم ومرفوض ونوع من الانحطاط وخاصة في هكذا مسائل مسائل اللي فعلا تتير لإسم إزاز شوفوا أنت سنة معظم السنة عندما تعرضون عليهم فتوى رضاعة الكبير يسمئزون منها ويرفضون وما يقبلوها لأنه تتنافى مع مقاصد الشريعة ومع الفترة أنه محقولة يجيب رجل أجنبي يرضى عن مرثة مثلا حتى يصير حرام عليه يشوف مثلا يقدر يشوف مكشفة يعني يشوف مكشفة أفضل ما يجي يرضى من عدد ويقع بالزنا بعدين فهكذا مسائل سواء عند السنة أو عند الشيعة أو عند أي عالم يجب على كل إنسان أن يفكر بعقله وهو يروح يقرأ القرآن ويشوف المسائل ويفكر فيها ويفتهم ويفهم مقاصد الشريعة وإذا شاف واحد يتكلم في كلام مو معقول يقول له عفوا يعني أنت يعني ما لازم تفتي بهذه الفتوى أو نسمع كلامك أو نردك يعني الآن الفتوى اللي هي محل ابتلاء أيضا كثير من المراجع أنه أموال الدولة مجهولة المالك أي واحد يأخذهم الحلال علي بس الخمس مال يصير حلال هل هاي معقولة معقولة أموال الدولة أموال الشعب يعني يجي واحد يسرق من هاي تساعد على الفرهود وعلى النهب وعلى السرقة وعلى الاحتيال ومراجع أقول لك هاي فتوى لأنه لأنه بزمن الإمام الصادق قال أحلى مثلا لواحد المراجع عن هذا وحي منزل من الله والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا راد على الله وهذا على حد الشرك الله لا ناس عاديين إذا كانوا فقهاء فقد يشتبهون وأساسا قد ما يكونوا فقهاء من الأساس إنما مقلدون هم مقلدون ونفس الفتاوى القديمة يجي سوى عليها ويطبعها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته